موسيقى مشاهدين الكرام اهلا بكم تحركات متسارعة تشهد الساحة اللبنانية منذ ايام رفضا لخطوة وزارة العمل اللبنانية باغلاق المؤسسات التجارية التي يملكها اللاجئون فلسطينيين ومواقف شاجبة ومنددة بقرار الوزارة مساواة العمال الفلسطينيين بالاجانب على قاعدة احترام القانون علما ان ثمة تعديلات كانت ادخلت على القوانين المرعية تلحظ خصوصية للعمال الفلسطينيين وعدم معاملتهم بالمثل مع العمال الاجانب اليوم تساؤلات كثيرة تطرح حول ابعاد القرار اللبناني والاوضاع القانونية للفلسطينيين وما هي الاطر التي تحددها ابعض من ذلك ما هي الخيارات المتاحة امامهم اليوم في ضوء الاجراءات الجديدة هذه الاسئلة وغيرها نناقشها مع ضيفين في الاستوديو مروان عبدالعالم مسؤول الجابة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان وطوني ابنجم رئيس تحرير موقع اي ام لبنون مرحبا بكما اود ان ابدأ معك سيد مروان لماذا هذا الموقف الفلسطيني الحاد تجاه القرار يقول البعض انه سيادي وبعض اخر يطرح تساؤلات حول ابعاده وتوقيته يعني لا شك عندما نتحدث عن القانون اي قانون فبالتالي هناك مسائل عديدة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار اولا انه نتحدث عن قانون متعلق بالعمل تحديدا وبما يخص الجانب الفلسطين عادة كان وهذا طبعا من الشيء الطبيعي صحيح انه مسألة احترام القانون واحترام السيادي وبالتالي الاقرار بمسألة العدالة والكرامة للانسان الفلسطيني او البلد اللي انت موجود فيها هذا عامل في غاية الاهمية لكن عدم يعني اعطاء وبعتقد ان هاي المسائل اللي عم بجرد نقاشها الآن وغدا وفي الايام القادمة انه دائما فيه شيء لازم نشوف شو خصوصياته زي ما انت دائما بتشوف فيه خصوصية لبنانية مختلف عن اي واقع عربي وناسة بتركيبة لبنان وتحترمها وكل الواقع اللبناني فيه شيء له علاقة بخصوصية فلسطينية فلسطيني في لبنان هو ليس عامل وافد يبدو انه ثمة مراعج هذه الخصوصية الآن وردني للتو انه ثمة اتفاقا جرت تواصل بين وزير العمل اللبناني كميل ابو سلمان وسفير الفلسطيني يسمح يعني يعطي مهلة ستة اشهر من اجل التواصل الى تسوية المعالج هذه القضية ويلغي كل مفعيل للاجراءات السابقة وهذا مؤشر جيد يبدو نعم انا بقول انه عند قراءة التفاصيل المسائل وخاصة بالقضايا التطبيقية سنجد انه هناك تعقيدات تعديد يعني احنا منشدين لا في المصلحة الوطنية اللبنانية وايضا المصلحة الفلسطينية بهذا المجال يعني بالعكس عدم رؤية اي من المصلحتين بيكون عامل ضار بالمناسبة احنا كتير نحكي عن الحس السياسي خاصة في اللحظة اللي احنا عم نعيشها في ظل يعني كلنا وممكن عقدنا احنا اكتر من لقاء حتى مع مجموعة العمل اللبناني واصدرنا شيء له علاقة بالمخاطر اللي ممكن تنجم عن مصفقة القرن خاصة بقضية اللاجئين اضغب الى ذلك محاولة تفليس الانيرو اللي هي كمان طرف مسؤول فبالتالي فيه حس انساني وفيه حس سياسي وفيه بعد انساني عنكم قلق طبعا هذا اللي عمل قلق هذا واحد اثنين وفيه مسائل كان في عليها اعتراضات يعني فيه قوانين صدرت وبعدين صار فيه عمليا اغفالها ووضعها في الادراج لان صار فيه اختلاف حول مرسيم تطبيقية لها كيف يتم تنفيذها سنعود الى هذا الموضوع ولكن ارحب مجددا بضيفي طانيا بنجم اود ان نسألك كيف يمكن ان نقرأ ما يجري الان يعني الوزير يقول ان الحكومة او ان وزارتها تقوم بتطبيق القانون وهناك فلسطينيون موجودون على الاراضي اللبنانية منذ زمن طويل وهناك مرسيم اشتراعية كما تطرق اليها السيد مروان تلحظ يعني مجمدة الى حد ما تتعلق بالمدتين 128-129 من القانون للعام 2010 لم يتم حتى الان اصدارهما يعني طبعا هذا يطرح تساؤلات هل من بعد سياسي والمخاوف السياسية التي عبر عنها السيد مروان هل تعتبر انها محقة يعني خلينا نكون واضحين يمكن الكلب لبنان مش معود انه لأول مرة صار فيه وزير عمل عم بيعمل شغله وحول وزارته بشكل فعلي لو وزارة سيادية بكل معنى الكلمة اذا ما نحكي بالجانب السياسي اقل ناس ممكن يتهموا اليوم بانهم عندهم اي شيء ضد الفلسطينيين ان القوات البنانية يعني القوات البنانية على علاقة اكتر من ممتازة ان كان بالسفير الفلسطيني كان بالرئيس محمود عباس والعلاقة القواتية الفلسطينية اتخطت كل ترسبات الحرب واقطرة والعلاقة ممتازة اكتر من هيك الوزير كاميل ابو سلامان تحديدا هو اكتر وزير عم ينجح الى جانب السياسي بالتقنة يعني عملية نحن معوضين كنا على وزارة العمل في لبنان وزارة يأتون يجعلون من وزارة العمل مغارة علي بابا لتمويل احزابهم او جهوبهم هيدا الوزير باعتراف الجميع للمرة يقول لها بطل فيه ولا فرينج عم يندفع بوزارة العمل خارج اطار الرسوم الانونية الغى كل التقاليد السابقة هيدا مضوء اخر لا انا بس عم بقل لي بتأجي يقول انه هيدا الوزير فعلا جاي عم بيجرب يطبي الانون كما يجب لانه فعلا في شال بانسألة طيب العامل الفلسطيني اذا كان عم بيشتغل بالامارات او بالسعودية او بالعراق او باي دولة عربية مش عم بيحكيك عن دول اجنبية هل بيعمل اكرامة واجهزة عمل الى ما هنالك عفر فقط للتوضيح ربما يفيدنا في هذا الامر استاذ مروان هناك قد يكون الفلسطيني وافدا وبالتالي يحتاج الى ايقابه الفلسطيني اللاجئ الذي تنظم له اموره اموره الانرو باعتباره هي المسؤولة الدولية عن حقوقه الانسانية والقانونية تمنحه هذا الحق بان يكون على الاراضي اللبنانية وان يمارس هذا الحق بحدوده الدنيا السؤال هون لا لا هون وقتما نحكي عن الحقوق والوجبات بلنا ساعة نحكي بكل شي هل من ضمن الحقوق مثلا ساعة ان الفلسطيني يكون حامل اسلاح ان يكون عامل امن زيتي بالمخيمات لا 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 تعمل الا السلسطيني على موضوع اخر علاقة له بالعمال وبحق العيش الكريم وقتما نجي نلقط القانون ونحكي عن الانروا وعن صفة اللاجئين نحكي عن كل شي يعني ما فينا نجي نحكي يكون في علاقة بينه وبينك في حقوق ووجبات مثل علاقة اي مواطن اللبنان تجه دورته يطالب بحقوق وما بده يعمل واجباته عمليا هذا الموضوع وقتا بده ينطرح انا اخشى ان يشعر المشاهد الان وهو يستمع اليك سيد توني وكأنه هناك رابط ما بين الوضع الامني والوضع الحياتي والمعيش الفلسطيني من جراء ذكرات ابدا انا قلتلك انه المرجعية السياسية لوزير العمل هي قد تكون من اكثر الاطراف اللبنانية الحريصة على الفلسطينيين وعلى العالمين انما تصوير القصة وكأنه لازم نحن نخلي استثناءات هائلة بالدولة ما كنا عم نعاني ذات الموضوع لما كنا عم بيتطبق الانون تجاه السوريين اسمان عن عنصرية لا يلي بيتطبق على المصري ما بيتطبق على السوري لا عم بعطي مسأل تمين فهم انه ضد الفلسطيني لا الشاحن السوري لا ان السوري يمكن له ان يعود الى وطنه سيتوني المصري له دولة وحكومة اما الفلسطيني فهو قصرا موجود على الاراضي اللبنانية وفي ايضا مخيبة شتات في البعض عم بيعتبر انه السوري موجود قصرا لا عم بيحاول تحمل الفلسطيني اللاجئ خلينا ما في البعض بيعتبر السوري عنده سوري المعارض وما بيقدر يرجع ومناطق مدمر وإلى ما هنالك وعم نسمع كمان المفاوضين وعلى اللاجئين عم تحكي زياد الموضوع بالسوري سمعنا مبارح باحتفالات السفرة الفرنسية عم بيحكوا عن هذا الموضوع وبالتالي خلينا نكون واضحين ما بقى فينا كدولة لبنانية نجي نتحمل عبء القضية الفلسطينية اللي دفعنا تمنا خراب لبنان ما بقى فينا نتحمل بمعنى نظرنا نحن حملين كل شي لا عم نجي نحن نطبق قانون بيسمح إذا بتسمح لي أعطيك أرقام هيك بسيطة شو بقوله على اللبناني بعطي مثل عن السوري بس تقال لك كمان كيف ممكن ينطبق بمحلات تانية إذا ما نحكي بالموضوع المادي اعتبر من الواحدة وتسعين للألفين وتسعاش تمانا وعشرين سنة كان عنا بمعدل خمسمائة ألف عام السوري كان عنا يكون من كون نحن مروحين ونسيل الفوائد بحدود أربعة ونصف مليار دولار حول الدولة مش إخدتهم بوقت كانوا هن بيضهروا من لبنان يوميا بحدود العشرين مليون دولار بس كانت الظروف تختلف سيد طريق كنا تحت الاحتلال كنا تحت الاحتلال السوري عمليا اليوم في محاولة من الدولة اللبنانية بكل بساطة لتنظم الأمور وهلأ أعطيت مثل أنه ما فيه هدف استعدائي يعني ممكن ينعطى ستة شهر للفلسطيني الكرمالي يسوي أوضاع لازم ينعمل تسوي بس الكل يقتنعوا أنه فيه دولة لبنانية عم بتجرب تطعب أنا عندي اعتراضات على كتير قصص به الدولة إنما في بعض الوزراء ومنهم وزير العمل يلي فعلا بيشرف كل لبناني عم بيجرب ينظم الأمور لايب السعودية في عندهم قانون ما يعرف بقانون السعود بمعنى نسبة العمال السعودية اللي بدكو مجهور لايبدي يكون فيها لقات بطالة لايبدي يكون عملية نحن ننتقل إلى موضوع له علاقة بأداء الدولة والحكومة والخطة الاستراتيجية والتقوية أنا اللي عم بقوله وزير العمل بوزارته نحن نتحدث الآن استراتيوني وزير العمل عم بيقوم بواجباته بوزارته وأكبر دليل بهذا الشهر يلي مرأ إذا بتشوف حجم المؤسسات والشركات يلي صارت عم تطلب عمال لبنانيين ما في تتخيل يعني مثل كتير بسيط عند اتنين شباب بعرفهم عن قرب بيشتغلوا يعني بيساووا شعر نسائي صار في طلب عليهم بهالجمعتين بشكل هائل لأنه السوريين يلي عم بيشتغلوا طرقوا أنه يغادوا طيب زكال هناك حاجة إلى يد عاملة فلسطينية سيد مروان مثلا وأنه هناك نوع من الطلب من أجل تنظيم هذه العمالة أنتو شو المشكلة وكيف يمكن لكم أن تتعاملوا مع هذا الموضوع يعني بناية الأمر الدولي تقول كما يشعر السيد ستوني أنه هي تنفذ قانون وأنه هذا موضوع يتعلق بعملية تنظيمية بحثة فقط وتطبيق القانون بحسبه وقد يرد وقد لا يرد يعني أنتو من نسب لكم ما الذي يردكم أولا هذا جزء من كل وصح ما تفضل أستاذ هذا شيء ربما قضية تفصيلية من ملف كامل وهذا الملف مدرج على يعني جدول الأعمال في الحوارات مع الدولة اللبنانية خاصة أنه كل قضايا مختلف عليها بتعرف هذا الوجود له زمن له 70 سنة مش من اليوم بكرة وقد يطول للأسف وقد يطول طب فيه هناك العديد من مسائل التي تحتاج إلى النقاش لذلك فيه مجموعات عمل تناقش وتحاول كثير من مسائل وأنا بعرف أنه يعني فيه رؤية لبنانية إلى القوات يعني مرورا بالطيار المستقبل بكل الفئات للطيار وطن حر وطلعت رؤية اللبنانية حكت فيها حقيقة عن أنه لا هناك يجب عدم معاند في واجبات موضوعية إزاء الوجود الفلسطيني فيه مسائل ربما يعني يجب مراعاتها في قضايا الحقوق والعلاقة بحقوق الإنسان وليست مسألة يعني أكثر من ذلك لماذا؟ لأنه أولا في صحفي قضايا شائكة من السلاح إلى غير أنا مش عم بحكي على هذا الموضوع وممكن مناقشته زي ما قلت لكن أنا بحكي عن شيء مختلف مش كاستثناء كحبا في الاستثناء والتمايز مش من هذا الباب قصريا غسبا عننا الله فرض علينا هذا الاستثناء يتمنى من بكرة يكون بفلسطين بوطننا بس نازل نعرف أنه في فلسطين محتلة وأنه لا أستطيع العودة إلها أنا ولدت هنا في لبنان وبالتالي عندما تغلق كل أسباب الحياة وأشكالها على الإنسان اللي عايش في هذا البلد طب ماذا سيفعل هذا السؤال هذا السؤال أنا كلبناني عندي قلق من هالموضوع مقابل بأي معنى إذا كان نظريا اللبناني كما الفلسطيني حريص على العودة إذا أنت برا تكون حريص على العودة تكون فعلا عندك هدف ترجع تجي بتعمل تطبيع لإقامتك وبترتاح بإقامتك ساعاتها باتجاه أنه ما بقى ترجع نحن مشكلتنا نعتاد على التطبع بأي معنى أنه نحن منجي منقول يعني هاي الحديث قالوا من 42 من وقت النقبة أنه الفلسطينيون في لبنان ضيوف بشكل مؤقت في أجيال خلقت وأجيال توفيد وأجيال عم تخلق وبالتالي وأكتر من هيك يعني ذكر للأستاذ عن موضوع صفقة القرن قد يكون في توجه دولي للإطاحة بالقرار 194 وحق العودة وإلى ما هنالك وشو عم نعمل عم نجي هل يمكن أن يصب هذا القرار بغض النظر ربما عن أبعاده ونواياه بالعكس هذا القرار يصب بالعكس تماما أنت لما تجي تقول للفلسطيني شو ما كان خد مثل بالمقابل اللبنان اللبنان اللي بيكون بالكويت أو بالسعودية أو بغيرة بيقدر ياخد جنسية بدو يظل يشعر حاله أنه وافد كل الفترة لا هناك البعض بمن يحصلون وتحصلون على الانجيسية ونعرف بعض الفلسطينيين ربما ولكن هذا أيضا يطرق على اللبناني لا لأنه بدو يحس أنه وافد وعليه أنه يرجع على وطن الفلسطيني اليوم لازم يعني إذا نحنا رحنا بالتجاه أنه خلص الفلسطيني ينخرج بالكامل داخل المشتمع اللبناني منكون عمليا بعد ناقصنا خطوة وحدة قبل التوطين الكامل هي إعطاء الجنسية وما بد أن ننسى أنه اللبناني كان عنده تجربة سيئة جدا بال94 لما نعمل مرسوم التجنيس الشهير وجنس أعداد ما حدا بيعرف أديه فعالية وجرت إعادة أو إعادة يعني إعادة النظر ببعض العمليات بالتجنيس أبدا فقط أود أن أشير لنقطة السلسطينية حول موضوع الوافدين والفلسطينيين وما يحق لهم قبل عشر سنوات تقريبا وتيحت للفرصة قمت بإعداد وسائقي حول وضع الفلسطينيين زرت لبنان أنزاك وسوريا والأردن أتحدث فقط لأضعك في صورة ميج عندما زرت مخيمات لبنان وثم انتقلت إلى الأردن وبعدها عدت إلى سوريا وجدت أن في سوريا أن أسوأ الظروف المعيشية هي في لبنان للفلسطيني أسوأها أقول أسوأها فعلا عندما زرت في الأردن كان هناك حصلوا أيضا على الجلسية بدون أن يتخلوا عن حقهم بالعودة الفلسطينيين هل الفلسطيني بسوريا أو بالأردن يحمل السلاح يحمل السلاح ضمن الجيش عندما يكون بسوريا أو بالأردن هل الفلسطيني يحمل السلاح أنت تربط الموضوع فقط بالموضوع السلاح لأنه يحق له التملق في سوريا ولا لا أستاذ زرارات في الأردن يحق له التملق في مصر يحق له التملق إلا في لبنان في لبنان لا يحق له حفظ عملية تضييق البعض يشعر عملين يختلفون أول عامل هو أنه الفلسطيني في لبنان يحمل السلاح ومحول المخيمات لجتوات يعني نحكي للمونة نهية تأوي الخارجين عن القانون تأوي مجموعات متطرفة هذا الواقع أو لا عملية كلمة الجيش اللبناني إذا بده مطلوب بيروح على داخل المخيمات بده مئة ألف بس ربط الجانب الإنساني بالموضوع الأمني السلاسوني لا لا أنا عم بيجي أشرح لك أنه هيدا عم بيخلي الواقع الفلسطيني مختلف يصيح أيضا للقرار الحكو الوزاري الواقع الفلسطيني يعني الواقع الفلسطيني مختلف بسبب هيدا العامل وبسبب كمان العامل الديموغرافي في لبنان عمليا إذا ما نروح بالتجاه أنه نخلي الفلسطيني يشعر حاله كاللبناني طيب نحن منحكي عن التنوع يمكن أن يحضر بعض الامتيازات فأخذ الناس بعد السيد بروح أنا فيه مسألتين ريوحان أحنا أول مرة نتناقش فسنفترض هذا الحوار طبعا كتير مفيد وخاصة اللي بيصير بأمكان عديد يعني أولا فيه شيء اسمه وطنية فلسطينية وأنا بعتقد لازم ما كتير رخص فيها وتعرف هذا شعب له إلوستين بقاتل وبالتالي حتى يثبت حقه وجدارته في أرضه بالمسألة بهذه القضية الوطنية والهوية والشخصية مسألة مش مسألة عقارية ولا مسألة أنه هذا غني أو فقير تعرف يعني فيه واحد نفاك بالكامل لاحظ وهذه مسألة يمكن هذا جزء من التضامن وحتى الكثير من اللبنانيين حتى اللي كانوا بالخطر مهما كان فلسطين قد يبئي بسوريا لكنه متوطن بحكي المعنى ما أنه حصل على دي طيب وانه قد يبئي 70 سني طيب كان غير عنه في لبنان والله ليك أيام أيام الطائف إن قال أنه هذا الطائف سيؤدي إلى توطين صح وكل حط اشتراطه ما صار فيه توطين وستعرف كيف كل التجربة السياسية اللي اجت لاحق كأنه هذا عامل حسين حياة هذا لا يعني نعبط لمواطن أود أن أسأل هل تعتقدون أو هل ترون في هذا الإجراء الذي كان وعلق الآن بعد اتفاق بين وزير العمل والسفير ما علق هو عمليا قاطل فلسطيني مهلي لإغافي علق الإجراءات نعم علق الإجراءات حق الإجراءات من أجل الوصول إلى تسوية عمليا معنا 6 شهر نعم عمليا نعطى قبل شهر أنا فقط أود أن أسأل هل التوقيت برأيكم مريب أم أنه ممكن أنا لا أقول أولا فيه قانون فيه قانون ظالم وبعتقد أنه الحالة الإستنائية الفلسطينية هون وإسلاح وكل شي نتيجة أنه فيه سياسة لا سياسة فيه قانون ظالم ما أنا باجي طب كيف نزرت كل الدول للوضع الفلسطيني بغير ما نزر إلى لبنان أنا بحكي أنا كبداية أنه مرات غابت السياسة نفسها هذه المسألة لا تقام فقط على العاطفي أو على العداء أو على كده هي تحتاج إلى سياسات ولا قوانية هذا كانت قائبي وبدليل غد النظر هو القانون عمل لبناني هو معتوط على فكرة بال46 يعني قبل ما يجي الفلسطيني وفيه غد نظر كيف عند الفلسطيني ما يجع عم بحكي كيف تم التعاطي معه لذلك إحنا عم نقول كيف بنا نحط الأمور بالقانون حط الأمور بالقانون هلأ بس عفوا غد النظر حتى عن سلاح فترة طويلة بس وضع بس وضع إذا حطيتني بالقانون هل يعني أنا متهم بإني أصبح مواطن لأنه في حقوق واجبات أنا جزء من النقاش البجرية يعني مثلا إحنا عملنا نقاش حول ساعات الكهرباء معلش فساعات الكهرباء لمخيم مهر بارد طيب إذا حطيت ساعات كهرباء هل يعني أنه هذا يعتبر جزء من تملك ومن ثم جزء من توطين طب أنا بدي أدخي الناس بالقانون مشان هيك لازم الفلسطيني كونه مش ابن البلد يعني كونه منه لبناني لازم يدفع الرسوم والواجبات مثل أي عامل أجنبي وساعاتها بيقدر يشتغل المشكلة في لبنان شو عم بصير أنا عندي اعتراض بس على وق يعني ما ليش كأي عامل أجنبي الفلسطيني في لبنان هو جزء من الدورة الاقتصادية هو بنتفع كل في حياته وعيشته وبقبل ما سبه وقاربنا لبرة كمان بيحولوا أموال العرميان أسألك عنه سوري بيقول زيت شي لا 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 سوري بيقول زيت شي لا لا اسمح لي اسمح لي عفوا اليوم من وقت من دلعت الحرب بسوريا شو صلنا عم نسمع إنه السوري يجوا وحطوا أموالهم بمصارف لبنانية باب السوري يا أستاذ سوري باب السوري نحنا 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 نحدث عن جانب إنساني عن أزمة مزمنة يعيشها شعب مشرد لا يحطوها العودة ونقارنه نحنا بموضوع آخر بمليون واربنانية أو إلى مليوني ناسا أسألك سؤال أنا أريد سؤال بتمنى حدا يجوبنا عليه كم هو عدد الفلسطينيين العاملين في لبنان قد لا يتجاوز الخمسين لا يتجاوز لا يتجاوز اليوم الدولة اللبنانية لا يتجاوز لأنه لا يوجد تسجيل أي شيء أنوني كم هو عدد الفلسطينيين يعني عندهم مؤسسات مشكلة من مشكلة الدولة مشكلة فلسطينية كيف ممكن الدولة اللبنانية تنظيم ما فيه علاقتها مع مين هاو سيد توني سيد توني العذاقة على يعني قراءة أنه العلاقة تمر عبر الأنر والتي تشرف على رعاية الحقوق هي أكمالها للمواطن الفلسطينيين المسجل ضمن قوائم اللاجئين أنا بدي أقول لك شالي يعني فيني هلأ شلك بنفوت على جوجل طلالك مئات التصاريح الفلسطينية بشبط التهم الأنر إذا ما نحكي الأمور إذا ما نحكي الأمور ما هي عمليا الأنر مؤسسة تاب على الأمم المتحدة أكتر مؤسسة مأسرة بحق الفلسطينيين مثل مأسرة وبالتالي أنا كلبناني أنا كلبناني كدولي كدولي أنا صاحب السيادة في قرار سياسي دولي من قبل الأمريكيين تحديدا بإفقارة يصطف له أنا كلبناني أنا صاحب السيادة على أرضي وأنا اللي بقرر وعلى المؤسسات لايك ترامب كيف بتعمل مع الأنر أربطانا ما نقول الدولة اللبنانية هي صاحبة السيادة على أرضها وهي اللي تقرر بما يتناسب لا أظن أن الفلسطينيين يشككون بموضوع السيادة على كل حال سنعود إلى هذا من الأشخاص الذين يطالبوا وضع بروتوكول بين الأنر وبين الحكومة اللبنانية بعد فاصل قصير لو سمعتم فاصل قصير مشاهدينا ونعود أهلا بكم بجديد مشاهدينا الكرام وبضيفي هذه الندوة السيدان المروان عبد العال وطونيا بن نجم وكنا نتحدث سيداي عن الأزمة التي أثارتها أو أثارها قرار وزارة العمل اللبنانية حول موضوع العمالة الفلسطينية تطرقت سيد مروان إلى موضوع الدورة القصادية التي يصن فيها الفلسطينيون في لبنان تحديدا وفيما يؤدونه أستاذ توني كنت أشارت أيضا إلى نقطة يعني أنه فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني تحدث عن جانب عسكري جانب أمني ولكن أيضا عن وجود فئات داخل المخيمات الفلسطينية إذا لم تمد اليد إلى الفلسطينيين ألي ندفع ببعض هؤلاء المتواجدين داخل المخيمات إلى اتخاذ مواقف أو العمل ربما مع مجموعات قد تكون مشبوهة قد تكون تمدهم بالمال يعني كمان في جانب إنساني بس في جانب كمان استراتيجي يجب أن يراعي أي خطوة قد تتخذها الحكومة لأنه نحن ببلد مهزوز بلا كفوف بدك نحكي الأمور بلا كفوف طيب أنا عندي أصدقاء فلسطينيين بالعشرات كلهم شو بقولولي إنه هن أكتر ناس ظلمينهم إنسانيا هن الفلسطينيين هن المجموعات الفلسطينية المسلحة بتعرف كم مرة بمخيم عين حلوة على سبيل المسال كم مرة تهجروا من بيوتهم بسبب الصراعات الداخلية الفلسطينية أمر مؤسف كم مرة يعني أكتر ناس الفلسطيني في لبنان هل ممكن أن تشحي وللمشاهد أيضا هو مظلوم بالدرجة الأولى ما علاقة هذا بذاك بتنظيم العمالة ودفع الجسم والخصول على الجسم أول شي لما أي حدا بأي محل بده يطالب إنه بحقوق بده يطالب بامتيازات بده يطالب بغيرها ببلش أول شي طبق واجباته يعني إذا أنت موظف بمؤسسة قبل ما تروح طالب بزورة بتعليق الردبة بدك تقوم بشغلك بدك تقوم بالمطلوب منها عمليا هون في إشكالية أساسية هالإشكالية عم بتأدي لمنع أي إمكانية لدخول المخيمات الفلسطينية لمساعدة الفلسطينيين وبدأ لها شالي دايما باللبنان ومش بس على الفلسطينيين بتذكر لما صارت قصة الموالدات والتنظيمة باللبنان قامت لإيامي وصاروا أصحاب الموالدات مدروا شو ما بيعملوا كل إنسان بطبيعته لما بتجي عم تقول له بدنا ننظم شي معين يسعى للدفاع بصالحه أكيد وبالتالي شو المشكل هون المشكل الكل اللي بدوا يتعود بس الشعب مثل فلسطينيون الموجودون في لبنان يشعرون بالغبل من جراء هذا القرار الذي يعني جرى إحياءه بعد سنوات طويلة وكان بالإمكان ما نغضى نظر عنه ما نعنك عم بتشوف الجوانب الإيجابية الجوانب الإيجابية لهالقرار إنه لما بيتمطط به القانون رح يصير الفلسطينيين قدرين يشتغلوا أكتر رح يصير الاقتصاد اللبناني قادر يستفيد منهم أكتر إنما بشكل منظم ما حدا عم بين منع يشتغل إنما عم بينقال بس أين أستبادلية في قول ذلك يعني عندما يستفيد الاقتصاد اللبناني هم أيضا يصيبون في دورة الحياة بس نقطة أخرى عطى مسأل لما بنا نجيب ساعة كهرباء معنى أنت عم تدفع رأسي من الدولة صحيح فإذا لاي ما بتشتغل لايه الفلسطيني اليوم بيشتغل وما بيدفع كل الضرائب اللي يجب يدفع لها الدولة تسمحني بس وضع للمشاهدين فقط إنه لا يحق للفلسطينيين الكثير من المشاركة أو العمل في الكثير من المهن التي تعتبر حرة ومنها طبعا الدخول إلى نقابات مثل الأطباء المحامين المهندسين إنما كان يتم خرق القانون يتم خرق القانون هذا القانون مخروف بشكل كتير بيئ ننتحدث الآن عن معاناة في فلسطينيين يعملون في المستشفيات فلسطينيين يعملون في الصحافة فلسطينيين يعملون في الهندسة طيب بس أداش العداد نحن لا نريد أن ندخل في هذه الأرقام وعلى اللبناني كله بيغضع كله كله بيغضع كله عمليا المطلوب أولا الواحد يأخذ حقوقه المطلوب يكون تحت القانون لما بتنظم بتادي ترجع الطالب أكتر نحن شو عم نجي نقول عم نجي نقول فيه أنون ظالم أو شو كأنه هالأنون يطبق أنا بتمنى يأكد لي شو كان عم يطبق من هالأنون على مدى ستين سنة أو سبعين سنة الماضي شو كان عم يطبق من هالأنون بيطلع مش عم يطبق خمسة بالمية طيب هذا موضوع آخر له علاقة ربما بالآلية التي يجري التعامل فيها بين الطرفين الدولة اللبنانية وأيضا الفلسطينيين ممثلين المشكلة كانت الدولة اللبنانية غائبة ولاحظ أنه تقريبا كل وزراء العمل بس أنت ما أجبتني على سؤالي الأول ألا تخشى من أن ندي هذا الإجراء ربما إلى التضييق على الفلسطيني ودفعهم ربما إلى البحث عن مصادر أخرى قد يجد فيها المتطرفون والجماعات اللرهابية منفذا من أجل استخدامهم بالعكس أنا مؤتنع بس يطبق الأنون فعليا الفلسطينيين سيرتاح أكتر المشكلة اليوم في خوف بفهم الخوف نتيجة تجارب سابقة نتيجة معاناة سابقة إنما القونني والتنظيم بفيد الكل أنا مؤتنع أنه لما بيصير في التزام بالأنون تعرف في لبنان قديني إحنا اليوم بحاجة ليد عاملة أنا رح يكي من الأخير أنا كلبناني إذا بحاجة ليد عاملة بكتير بكتير كطاعات الأنون سيمح للفلسطينيين يشتغل فيها اليوم السوري بيشتغل أكتر من الفلسطينيين فيها تعرف لي لأنه كان الأنون سيب والفلسطيني كونه عمليا مضيق عليه بالمخيمات وغيرها بسبب الأوضاع الأمنية وغيرها كان مش عم بقدر يشتغل إذا بنجي من طب الأنون والفلسطينيين داخل المخيمات والأحزاب والأطراف الفلسطينية حتى المسلح منهم بيتفاعلوا بشكل إيجابي مع المؤسسات الأمنية اللبنانية بيتم تخفيف التضييق عن المخيمات أنا بالنسبة للي بفضل مئة مرة يكون عم بيشتغل الفلسطيني متر مأنت لأنه قاعد بلبنان وعيطوا بلبنان ويصرف بلبنان ساعتها بيصير اللبناني يفضل أكتر بكتير الشغل الفلسطيني إنما خلينا نكون مؤطرين خلينا نكون منظمين أنا بدي أعرف كلبناني كم عام الأجنب عندي نحن بلبنان نتعطى أدي عدد سكن لبنان أنت تطرح الموضوع من زاوية تقنية بحثة أود أن أسألك باعتبارك قريب ربما من وزارة العمل وتتابع موضوع العمالة هل لك عندك أرقام مثلا حول العمالة الأجنبية فيما تعلق بالأثيوبيين أو الأثيوبيات العاملاتون أو الوجود السوري الشرعي وغير الشرعي لماذا تركيز باتجاه طرف طرف يعاني منذ العقود هذا الموضوع هذا القرار لا يشبون الفلسطيني يشبون الكل اليوم السوري يصرخ أكتر من الفلسطيني قد يكون الفلسطيني بكتير جوانب متفهم أكتر من السوري لأن السوري تعود على استباحة القطاع العمل في لبنان ككل المشكلة وزارة العمل عندها إحصاءات دقيقة عن كل العمال الأجنبية المصرية الأسيوبية الفلبينية وغيرها باستثناء بدافة عندها نسبة 1-2% يمكن بفوتوا تهريب على البلد برجاء بطلقتوا كمان في عمالة سودانية عمالة إلى ما هنالك إنما بالموضوع الفلسطيني والموضوع السوري ما في أرقام لأنه من وقت الحرب السورية أساسا سابقا الحدود مستباحة بفوتوا بيطلعوا بدون أي شيء وبموضوع العمالة الفلسطينية لأنه ما فيه تسجيل فعلي لأنه كان فيه أكترية صحة عم بيخالفوا الأنون لأمية سبب وسبب اليوم بس النظم كل الأمور بتتوضح وبرجع بأكدلك نهاريا اللي بيتمطط بها الأنون وأنا واسق يعني بعرف كتير منيح للوزير كمان أبو سلمان رح يكون مسابر ويتوصل لاتفاق برضى المسؤولين الفلسطينيين وهذا الشيء ما قل عليك الموضوع القرار الإجراء ربما بأي أبدا أبدا برجع بأكدلك أكتر طلف بلبنان صار متصالح مع الفلسطينيين لأنه عملوا مصالحة بالعمق ونسوا الماضي هنا القوات اللبنانية كل البقوة بيجربوا اليوم يستعملوا الفلسطيني بشكل أو بآخر ضمن إطار الصراعات الداخلية بس هنا القوات اللبنانية وأنا أكيد المسؤولين الفلسطيني بيعرفوا كثير من هذا الموضوع وبالتالي ما في أي خلفية سياسية عند وزير العمل إنما بدون ينجح بوزارته خلينا تركوا ينجح بوزارته سيد مروان السيد ستوني يقول ما في أي خلفية سياسية يعني الموضوع من وجهة نظره بحث وعم بحث معلومات تنفيذ قانون وربما يقون أيضا يعني تأمين مداخل إضافية للدولة اللبنانية وقد يكون أولا إنه الفلسطيني لا يريد أن يكون بالقانون حقيقة هو يريد أن يكون بالقانون وطبعا هلأ نقول ما هو القانون وشو وإذن الفلسطيني فيه ممنوعات بالقانون ضده لأنه بتعرف بالتفاصيل اللي بدك تخليه يطيع القانون كمان طوعا بالمناسبة لأن القانون مش بس مسائل قصرية ويا ملاحظة تحكي عن العمال وكذا بظل فيه هذا يعيدنا إلى موضوع المسؤوليات والواجبات أولا وأخيرا أي ضرر بصير بالمخيم يعني إذا البناء تحتيم فجرة مش إنه إذا صار فيه إرهاب وإذا صار فيه فئات ضالة أو كذا وكل هذا هو يؤثر على البلد يعني إحنا الأمن من أمن البلد يعني أي وضع بدي يقول على تكيل فكرة يعني هذا مش هلا هيك مش مفروض تكون المخيمات طبعا بس هذا مفروض تكون المخيمات منفتحة أول شغل كيف تخلق بيئة إيجابية تبيئة إيجابية أنا عارف لا كل مهنية الوزير ما محطة كل مهنية الوزير بس في إطار قانون هذا يحتاج أولا أولا إلى قرار فلسطيني داخلي بس بلن أسمح الأستاذ مروان يكمل بس فضل كنت عم تعبير لا أقول أنا أديش يكون مهنية الوزير وأنا أعرف أنه عندي معلومات عن هذا المسألة وتقنيته لكن المسألة تأتي في قانون شائق وظالم بخصوص الفلسطيني من أنشر من نحاس لعندي طراض أحمادي بذكر قدونا نعمل لعندي سجعان قزل مع الوزير شفت أديش كان فيه دائما فيه تفسيرات وفيه تأميلات أعطوكم مهل شو الإجراءات الممكن تعملوها إذا بعد ستة شهر قالت الحكومة اللبنانية أو الوزارة لاعتبارات شتى منها قد يكون سياسي أو اجتماعي أو قانوني أو مالي أن الحكومة اللبنانية مصرة على تنفيذ القانون بحزفيري وعليكم الالتزام كيف يمكن أن تتعاملون مع هذا الإجراءات أنا لا يمكن أنظر إلا بعين الإيجابية لمسألة المهلي يعني المعطالة حقيقة بتعطي فرصة أن نرؤ ونتحدث يعني بعديد من المسائل وخاصة يمكن قد يكتشف أنا بعرف اليوم أنه بالحوار أنه لا فيه مسائل ما كانت واضحة بالمعنى التقني بالقانون من نوع أنه فيه أنت عم تدفع لماذا الفلسطيني لا يجب أن يعمل إجراءات عمل يعني لا يجب أن يعمل إجراءات عمل لأنه يدفع كلفه من راتبه وفي نفس الوقت لا يستفيد من حمال الإجتماعية هل أنت أعرف بالقانون أعرف بالقانون العمل لبناني على الفلسطيني أو أي عامل أجنبي أنه بس يكون مسجل بشكل شرعي حقه يستفيد من الضمان الاجتماعي المادي أحو القانون قرأته أحو القانون واضح وبالتالي لا يقرأه الاستفادة من قواني مهضوح الإجازات المرضية والأمومة وغيرها موجود القانون خرصة الأديو أمر مؤسف جدا أنه لا يمكن له أن يستفيد وهو مضطر أن يدفع رسوما كما المواطن اللبناني يكونوا يستفيد من هذه الامتيازات إذن هذا لأنه فيه أصص ممنوعة بموجب القانون حتى لا يصير فيه ازدواجية ما بين تكونوا عم تندفع مرتين مرة من الدولة اللبنانية ومرة من الأونروا هذا موضوع لا يعني الدولة اللبنانية هذا موضوع يعني مثل ما أنه اليوم النازح السوري بيقبض أموال كنازح من الأونروا وبيشتغل وبيشتغل هذا بنخسم عليه وبيشتغل موضوع آخر نحن نتحدث عن الامتيازات هذا بنخسم عليه هذا العامل أمرأة فلسطينية عاملة تدفع مساهماتها إلى صندوق الضمان وبالتالي لا تستفيد منه هي تستفيد بس مش من كل شي لا يعني لا تستفيد من جهازة الأمومة هذا موجود حب تفتش لك علامة هلأ بطلع لك يون أستاذ موجود أنا عم بقول لك تستفيد بس مش من كل شي هؤذي أمور قد تكون قابلة للنقاش بهذه الفترة إنما مش مقبول حدا يجي يقول أنا أرفض أن أخضع للقانون اللبناني هذا الشي اللي مش مقبول لا هو لا يقول سيد مران إحنا خايفين أنه ما حدا يدخلنا بالقانون لا لا هي الحوار بيكون على كيفية تطبيق القانون شو هي الهواجس الفلسطينية بتنطرح وبتخيل الوزير كاميرا أبو سلامين من أكثر الأشخاص سمعني بسئلك لا يستفيد هذا حسب القانون لا يستفيد المشمولون بأحكام القانون رقمي و28 من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية وهذا يعني أنه ثم تتمييزا فاضحا واضحا لأنه في إزدواجي مع موضوع الأونروا ما فيك أنت تخلي زيت الشخص على الأراضي اللبنانية يستفيد عن زيت الموضوع من محلين من مصدرين إنسان مراني وقدم إجازة مراضية قد لا يستفيد هذا كمان جزء نحن نسخل بتفاصيل مشان هان هذا الموضوع بحاجة بحاجة لحوار سلاسي الأطراف لبناني فلسطيني أممي فتتوحد برجع بقولك مثل الموضوع السوري إذا كان نازح بيقبض أموال من الأونروا ممنوع يشتغل وقتا بيشتغل وبيطلع أموال تسقط عنه سفاة النازح وانت أشارك أفقارة إلى إفلاس الأونروا وبالتالي بس لا عم بحكي بالموجود اليوم وبالتالي الفلسطيني بد ينقع الشيء اللي عم بيقبضه من الأونروا ما بيقدر يقبضه وهو ذاته عن ذات الموضوع من الدولة اللبنانية أو من أي من صديقة وبالتالي بده يصير في حوار سلسل أطراف فلسطيني لبناني أممي ساعاتها أنا برأي هذا الحوار وستة شهر فترة كتير كافية ممكن يوصل لأخواتين تكون سعيدة لكل الأطراف وزارة العمل والوزير كمير أبو سلمان هل يعني تواصل مع الأونروا بعتبارها الهيئة العمل المشرفة على رعاية حقوق الفلسطين في لبنان قبل البدء لأنه على الأقل أنه مش ينأخذوا عطا بدك شيوبك من الآخر الوزير كمير أبو سلمان لقط الأنون وخطته وبلش بتنفيذها ما ألزم أنه هن يتواصلوا معه عمليا لما بتكون أنت صاحب السيادة وصاحب الأرار كل الأطراف المعنية هين بتتواصطوا أنت ما بتقدر تكون صاحب الأرار في لبنان والوزير المعني وتجي تطلب وتستشير قبل لا هو بيلقطوا بقول في هذا الأنون هذا الخطة بدينفزها عمليا التواصل صار بالعكس يعني اليوم من الأنر والبيدر والاتصال واليوم القوى الفلسطينية هي عم تتواصل مثل ما تواصل سفير فلسطيني والوزير أبو سلمان أنا ما بحكي بإسمه معانو بفتخر بصداته هو على انفتاح تان لكل الحوارات يلي مفروض توصل أنه تكون الدولة اللبنانية صاحبة السيادة ووزارة العمل صاحبة السلطة بالموضوع وكل الأمور بتصب عندها الفلسطينيون كما يشرح لنا السيد مروان أنه يؤكدون عزمهم وإرادتهم أن يكونوا تحت سقف القرن ولكن مع مراعاة بعض الخصوصيات يعني إذا كان في قانونين قانونين مهد ستشهر مهد ستشهر مهد ستشهر عمر تسع سنين موجودين في الأدراج لم تصدر لم تصدر المرسيم الاشتراعية بشأنهم لماذا؟ لأن هذا تعرف عزم القوانين بلبنان يلي لم تصدر المرسيم التشريعية الخاصة بها في أكتر من 200 قانون طيب لأنه نحن عنا السلطات تطبيق هذا يعني من دون أن نرعى اليوم اليوم التغيير بالأداء صار في تغيير بأداء وزارة العمل اليوم رح تشوف أنه كل الأمور يلي طعنا بوزارة العمل لأنه في وزير لكن معقد يرا خطوة ناقصة ستاستوني يعني بناية قبر في براسيم اشتراعية لم تصدر وموجودة بالأقوانين موجودة بالأدراج بس رح تشوف كل الأمور يلي طعنا بأخير تنهار ما فيك تجلس عوجاج إليه 50-60 سنة بشهرين إنما فين أكد لك أنه بوزارة العمل يعني مثل مثل لبنان عكس وعم تتجلس المئتية بوزارة العمل في شبكات شبكات مافيا بكل معنى الكلمة يعني نأبعط من الوزارة بيظار في شهر بعد تاني شهر الموظفين صاروا يطلعوا يخبروا عند الوزير قصص كانت تصير يعني عن جد تقشعر لها الأبدان في تغيير جزري عم بيصير بوزارة العمل تعرف أنا شو خوفك لبناني إنه مش بكرة بعد سنة سنتين ثلاث اللي هن بيخلص العهد بيطايا الوزير يرجع يجي وزير عمل متل ما كان قبل تعرف شو كان عم بيصير قبل كان عكل ملف عم بين أبض 1500 و2000 و2500 دولار تخذنا يا أستوالي دائما عن موضوع آخر نحن نحيي ونقدر جهود معالي الوزير وزير العمل فيما يقوم به خصوصا فيما يتعلق بوضوع السيادي ولكن أود أن أتحدث هنا أنا عن جانب إنساني وركز عن جانب إنساني اقتصادي اجتماعي بحث عندما تتحدث أنت عن فلسطيني يعيش تحت عتبة الفقر بدرجة كبيرة ويمكن الأستاذ بروان يمكن أن يشرحنا بأرقام كبيرة يعني حوالي يقال ما أعرف عند المواطعات الرسمية أنه أكثر 20% من الفلسطينيين في لبنان تحت عتبة الفقر ما أعرف إذا الأرقام صحيحة أو لا كيف يمكن لإنسان مواطن مثل هذا الشخص يسعى إلى أن بس خليني كميل جملتي أنه يسعى إلى أن يبحث عن رزقه فتأتيه الدولة اللبنانية ويمكن أن يكون حقا أنا لا أنكر حق الدولة اللبنانية أنا أيضا كمواطن لبناني ولكن أقول أنه يمكن المبلغ يكون كبير وأنت عم تفرض عليها بالوقت زيته ما في تقديمات اجتماعية وكما تحدثت عن رصة مواضيع أخرى لا علاقة بالأمومة والضمان وكذا يعني تقططع من راتبه بعض الأموال وبنهاية الأمر ما الذي يمكن أن تقدمه يعني في ناس كتير بتعيش بره تدفع رسول رح أعطيك مثالين ثلاثة أنا عاملة فلسطينية في لبنان أسكن في أحد المخيمات بعثت إجازة مرضية بحق المؤسسة بتشتغف مين الذي يستطيع أن يتأكد مين يتأكد في حد يفتح المخيم بالنتيجة هلأ كلهم عايشين بالمخيم لا الأكترية عايشة بالمخيم طيب أنت سيد مروان شو تعليقك لا لا ترضى طالما حبيت تحكي مخيم عين الحلو اللي مسيحته كيلومتر مربع كيلومتر بكيلومتر أكتر ما كان بالعالم ربما فيه كسيفة سكانية صح أو لا مين مسؤول عن جوه دخل نسمع الرأي الأستاذ بروح هناك مسؤوليات متعددة حول الواقع الفلسطيني في لبنان هناك مسؤولية للدول لبنانية بحكم أنها دولة مضيفة لا شك هناك سياسات للدولة كما تضلنا لحقينا بثير تفاصيل في نفس الوقت هناك مسؤوليات يروح على هذا الموضوع فيه مسؤوليات فلسطينية لكن من الخطأ الآن نعلق كل شيء على مجب الحكومة للدولة فعلا يعني الوزير يمارس وينفذ قاملا بالعكس بالمناسبة بس الموضوع هو التوقيت فعلا هو موضوع التوقيت وليس موضوع للجدر لحد الآن وللآن ولبكرة ولغدا جدر هذه المشكلة هي إسرائيل هي التي اقتلعت هذا الشعب هذا هو الجدر السياسي للمشكلة مواخين مش الجدر أبدا إنه حطينه على الحكومة اللبنانية ولا مرة إحنا بنحكي الآن عن قرار إنه حق نعترض عليه بالوسائل الديمقراطية زي ما نقال نوصل صوتنا نحدث حوار فيه بصراحة هذا أخ وهذا على فكرة ناس عاديين يعني صاروا يصرخوا يعني بتعرف واحد رائع الشغل واحد كذا معتاد على حياة كاملة بهذا الموضوع إذن فيه لكن طب ليش ما أخدش إجهز عمال طبعا في ناس وإحنا موقفنا العام يعني نعتبر أنه الفلسطيني يجب أن يستطنى من هذا الجانب هذا هو موقف الفلسطينيين بهذا الإطار بكل النقاشات السرخة ولكن إحنا بنحترم آخر شي صدر قانون لبناني بعدنا من ناضل لتحسينه بشكل أفضل بنفس الوقت أنه هناك فيه مرسيم تطبيقية يجب أن تصدر بدليل أنها ظلت عرضة للأدلاج حسنا رأينا أنه هي مرسيم حكتر أنت تعرف القانون يلي بلبنان يلحظ موضوع حقوق أصحاب زويل احتياجات الخاصة من سنة 2001 لأنهم 220 غير مقبول نحن هل يمكن أن يكون هناك إذا مسسينا موضوع قصة الضغطات الدولية ومن أجل ربما تيئيس الفلسطينيين ودفعهم إلى القبول ربما قد يكون هذا الموضوع أحد له أبعاد مخفية غير معروفة وقد تكون أيضا خافية على معالي الوزير أو على الدولة اللبنانية خلينا نحن نعطي براءة تطمي للجميع اسمع دي استلسطوني هل يمكن أن يكون هناك أيضا له أبعاد مالية مثلا للحكومة اللبنانية بحاجة إلى أموال وتجد أنه بالفلسطيني كمان يمكن له أنه يفعله 200 دولار أو 1000 دولار من أجل تأمين العملية بالدرجة الأولى إلى خلفية سيادية تنظيمية هذه بالدرجة الأولى برجع أقول لك لأنه بكرة راح تسمع بجلسات الموازنة ما بعرف إذا حدا بالحكومة يفكر أنه والله كيف نجيب مصاري إنما منطق هيك منطق فرض الضرائب بالمطلق يعني الواحد يتقل عبق على الناس بعلم الاقتصاد ما بيزبط يعني أنت بتفرض ضرائب حتى درجة معينة أكتر منها بتصير مفعولة عكسة لأنه بتصير بدل ما تحقق إنتاج بيصير في ركود بيصير في ركود بيصير في يعني المدخول طبعا وأكبر دليل الضرائب يلي فرضت وقت سلسل الترب والرواتب منتظر تحقق 1200 مليار لأنه زيت الضرائب عن حقها حقق 700 مليار وبالتالي فيه سياسات أكيد خاطئة مشان هي الموضوع مش هدف مالي لأنه كل يلي ممكن يتحقق الدولة اللبنانية من هيدا الموضوع يعني ما توخز بصفقة بواخر بتطلع أكتر منه الدولة اللبنانية مش هدف الموضوع الموضوع أنك أنت فعلا ترجع تكون صاحب سياري تكون مسؤول يعني أنا إذا بتجي اليوم جماعة الأونروا عند الوزير بيسألوا أدي عدد العمال الفلسطيني بلبنان شوف يجاوي بقولوا ما بعرف وزير عمر بقولوا ما بيعرف خالي شي مقبول أكيد مش مقبول وبالتالي التنظيم هو لمصلحة الفلسطيني مثل مولا مصلحة اللبناني وهيدا الشي مفروض يصير بحوار مصمر والوزير ثلاثة كمعشر صحيح والوزير لو ما عنده هيدا النية ما كان بيجي بيرجع بمدد المال لستة شهر للوصول إلى حلول هي خطوة أشياء فيها السيد برون ومتالي صحيح إنما بدنا نبلش نتعود يكون في دولة المشكلة نحن تعودنا بخلال الفترة الماضية كلها أنه ما يكون في دولة كلمة أخيرة حول هذا الموضوع الموضوع الفلسطيني هل تخشون من ربما من أن يكون هذا الموضوع له بعد سياسي مخفي كما ذكرت مع السيد ستوني يعني يتعلق بورشة البحرين صفقة القرن تيئيس الفلسطينيين ربما بشكل ودفعهم إلى القبول بأشياء أنا برأيي أنه صفقة القرن لم تبدأ من ورشة البحرين وأنا بعتبر أنه قضية اللجوء وتدمير قضية اللجوء يعني كحق يعني قد لا تكون خطوة متعمدة من قبل الحكومة أو الإجراء لا أشكال أشكال الضغط نحن نعتبر كل أشكال الضغط اللي عم تضرب الوجود الفلسطيني تضرب المطالب لشان دائما ما بضي حق ورام طالب لشانحنا بقول لازم نحافظ على المطالب لأنه بدك تكون مع فلسطين بدك تكون مع فكرة فلسطين بدك تكون مع الحق الفلسطيني بدك تكون مع الشعب الفلسطيني لبنان مع فلسطين لا أقول لا يجوز حكومة وشعب على كل المستويات لا يجب أي إشارة أي إشارة بالتفريط بالشعب الفلسطيني مش عب أحكي بس بلبنان بالمناسبة وإحنا أنا عارف شو حصل للمخيمات في سوريا وعارف شو حصل للوجود الفلسطيني حول الفلسطين بشكل عام فبالتالي لأنه هذا أصل الصراع هو قضية العودة وإذا إحنا مصرين عليه وإذا حدا بإحلم أنه ممكن يصير فيه سلام أو صفقة القرن ممكن أن تمر دون أنه الشعب الفلسطيني حقق حقوق ويكون واهم وإحنا ما من نعيش الآن بخوف وهواجس وكل واحد يعني خايف من الآخر وأنا بعرف إنه أحد استهدافات يعني هذه الصفقة إنها تثير مثل هذه هذا القرن يعني أفقار الأذر وأحد خطوات طبعا طبعا وفيه ترجمات عملية على الأرض لذلك إحنا كل لقاءاتنا اللي حصلت مع الحكومة وكل يعني حتى التنسيخ على المستوى الفلسطيني على المستوى الساحة اللبنانية هل من إجراءات هل من التواصل مع القوى السياسية اللبنانية من أجل شرح هذا الموقف يعني بكرة في لقاء بالصراية كمان يعني المجموعة الفلسطينية للحوار مع لجلة الحوار وإحنا نطوق أيضا أيضا حوارات مع المجموعة اللبنانية على قاعدة نصل إلى قواسم مشتركة تحفظ الكياني اللبناني لأنه خطر عليها صفقة القرن وتحفظ الهوية الفلسطينية اللي يجب أن تكون أيضا مصلحة لبنانية زي ما الكياني اللبنانية يجب أن تكون مصلحة فلسطينية هكذا نلتقي عند ذات النقطة وبعتقد أن نستطيع أن نواجه فيها هل تتعمرك بكلام السيد ماروان لا لا أنا موافق على أكثرية اللي قال ودول أنه طالما اللبنانيين والفلسطينيين رافضين التوطين ورافضين صفقة القرن ما حدا بيقدر يفرض عليهم صح إذا حدا بيقدر يفرضه بيكون في حدا تواطئ من القيادات سواء اللبنانية أو الفلسطينية طالما الكل رافضين فبالتالي ما بتصير إنما أنا بدي أرسل ما بين الشعارات الكبرى وبيع الشعوب أوهيم على طريقة زحفا زحفا نحو القدس ونضيعين الطريق وبين الوقائع عمليا موضوع القضية الفلسطينية هي أمانة برقبة الفلسطينيين أولا وأخيرا ويحتاجون إلى مساندة عربية أيضا برقبتهم أولا وأخيرا وبالتالي هم يقررون كيف كيفية المواجهة وشو بدون وشو يعملون من ميلتنا كلبنانيين حقنا نقول إنه لبنان دفع تمن أكتر دولة دفع التمن القضية الفلسطينية هي لبنان دفع التمن حرق أهلية دفع التمن وبالتالي لا أحد يشكد موضوع سيدي حتى ضيفنا الفلسطيني إنما تحت الأنون المنيني في الختام مشاهدين الكرام شكرا لمتابعتكم والشكر أيضا موصول السيدين مروان عبدالعال مسؤول جبل الشعبية لتحرير فلسطين والسيد توني أبي نجم رئيس تحرير موقع يام لبنون الشكر أيضا لفريق العمل لمنتجة الحلقة السيدة هلا بطرس دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة